سنوات وما زال الشاب حسين يواصل حملته للمساعدات الإنسانية للعوائل الفقيرة والمتعففة والأيتام من خلال بناء أكثر من خمسين دارا سكنية تم توزيعها بين مستحقيها وأخرى قيد الإنجاز بدأنا لهذا المشروع الإنساني من 2018 قدرنا نبني دور سكنية للعوائل الأيتام المتعففة لمحافظة واسط الحمد لله وشكر لحد الآن وصلنا ويغارب 53 دار وهاس حاليا في هذا المجمع السكني الحملة مالتنا هي مجانية تطوعية احنا ننشر عن طريق الفيس وعدنا ناس متبرعين ميسورين الحال الله يوفقهم هم يشوفون الحالة احنا ننشر الحالة بالمثل حالة مرضية أو بناء ننشرها هم الناس اللي ميسورين الحالة اللي موجودين يشوفونا يتبرعون لهذه العوائل هذا المجمع السكني احنا اشترينا أرض هسا الحد الآن المكان اللي يبانينا بالمجمع هنا عشر دور مساحة الدار ميت متر البناء كلها درجة اولى من تطبيق البورسلي من الابواب هذا كلها يعني مراحل درجة اولى بناء مجمع سكني يخصص العوائل اليتام والفغراء نلغم ببناء واللبخ والكاش والسراميك حاليا احنا متكافلين تقريبا 250 عائلة وهذه العوائل الجميع احنا متكافلين من تطلباتها الهدف من حملتنا هو بث التكافل الاجتماعي نوصل جميع المنتطلبات اللي نقدر ونستطيع توفيرها توزيع السلات الغذائية فضلا عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والعمليات الجراحية وتوفير كل ما تحتاجه العوائل المشمولة هو ما يسعى اليه حسين وبشكل تطوعية ليجسد اسمى صور التكاتف والتأذر المجتمعية نجهز العوائل المتعففة عوائل الايتام ملابس كسوة العيد تجهيز السلات الغذائية والحمد لله والشكر يعني وصلنا مراحل اجراء عمليات عمليات الصدر المفتوح مثل الاطفال العتم وامراض القلب وصلنا ما يقارب 37 عملية الصدر المفتوح ومحافظة الناصرية تجهيز العلاجات للعوائل العتم امراض المزمنة يعني يحتاجون العلاجات توفير فرص عمل للشباب تزويج الشباب نقعدين بالتجاوز وإيجار وما عدنا منونا دار وخلونا بيها وأي احتياجات هم يجيبوني رمضان شهر تسمو وتتجلى فيه أروع صور التكافل والتأذر لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين من محافظة واسط لبرنامج صباحات رمضانية ابتسام الصافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر